اشتركوا في القناة جودة في العمل ودقة في النتائج برنامج سحتك في رمضان برعاية شبكة مختبرات ميديكير رعاية من القلب اكثر من الف فحص واجراء مخبري في مختبراتنا المنتشرة داخل الوطن ويعتبر رمضان شهر الصوم ولكن عند البعض للأسف يعتبر شهر الطعام فلا يوجد منه من لم يشعر بأي اضطراب بعد الافطار الى وجبة الصحور وتختلف مشاكل الجهاز الهضمي في رمضان على حسب ما نتبعه من عادات غذائية تؤثر بشكل كامل على ما يحدث داخل اجسامنا وبسبب تغيير الجذري في مواعيد الوجبات والتنوع الكبير ايضا للاطباق في سفرة رمضان يصاب الكثير في عسر الهضم اتباعات غذائية صحية تحميكم من عسر الهضم والكبد والمناظير وايضا استاذ مساعد في كلية طب وعلوم الصحة في جامعة النجاح برنامج تحتك في رمضان برعاية شبكة مختبرات ميديكير رعاية من القلب اكثر من عشرين فرعان موزعة في طول كرم جنين قلقيليا نابلس راملنا الخليل الريحة العزرية بيت لحم يطاص الواد وسلفيت وسهلت مساء دكتور وكل عام من تبخير اهلا وسهلا فيك جميع المستمعين اهلا وسهلا فيك دكتور يعني مثل ما ذكرنا انه مشاكل الجهاز الهضمي كثير واحنا اصلا ممكن نصاب فيها خلال شهر رمضان تحديدا بسبب التنوع في الاطباق بسبب بصراحة يعني الانسان ممكن يكون يوكل بدون بدون حسبان بدون حساب وممكن يعني الناس بوكلوا بدون اعتدال عسر الهضم في البداية احد مشاكل الجهاز الهضمي ايش من يعني في هذا المرض او في هذا الاذا كان اصحي التعبير نسميه مرض او لا طبعا مشاكل عام احنا كامراض للجهاز الهضمي احنا منصنف الامراض بشكل عام لكل امراض الجسم ومنها امراض الجهاز الهضمي الى امراض عضوية وامراض وظيفية المرض العضوي يعني بحالة كان العضو مصاب بتقرحات اورام جيوب تواليل هذا منسميه مرض عضوي يعني لا صمح الله في بعض الناس عندهم سرطان في الكولون في بعض الناس عندهم لحميات في الكولون هذا او في المعدة او في اورام في المعدة هذا منسميه مرض عضوي المرض الوظيفي هو بشكل عام العضو ما فيه مشاكل بس الوظيفة تاعته صار فيها اضطراب صار فيها اختلاف في المسار تاحها فهدول الأمراض بشكل عام الأمراض الوظيفية بفضلها بالعامين هي أمراض ما بتخوف بس مشكلتها بتعمل مشاكل للمريض وبتعمله بتنغس عليه حياته عشان هيك مهم جدا أنه الميز بين المرض هو مرض وظيفي ولا مرض عضوي نعم طب دكتور يعني أنت ذكرت حضرتك أنه يعني عسر الهضم من الممكن أن يكون لأسباب عدة ولكن كيف إحنا ممكن نميز أنه عسر الهضم مثل ما أنت ذكرت وتحدثنا من قبل أنه هذا ناتج عن خلل في القلون وعمل القلون أو هو خلل ناتج عن المعدة وأمراض المعدة أيضا طبعا أهم شيء في تلبك أو نحكي أنه بعسر الهضم هو السيرة المرضية للمريض يعني أهم شيء ناخد منه سيرة مرضية طبعا بهمنا دائما أسئلة روتينية مسألة فيها المريض إذا كان في عنده سيرة مرضية من أورام في العائلة خصوصا من الدرجة الأولى الأب أو الأم أو الأخ والأخت في المعدة أو في الكولون نستثنيها الشغل الثاني ما يكون فيه هبوط في الوزن لأنه إذا كان فيه هبوط في الوزن في إخراج تغير في الإخراج في استفراغ متكرر كل هذه الأمور بتخلينا نفكر في أمراض عضوية أكتما منها أمراض وظيفية بس إذا كان إنسان بيحكي لك دكتور أنا بعد ما أكل في بعض الناس بيحكي لك مباشرة من ساعتين لأربع ساعات بس أكل بحس أنه فيه امتلاء شديد في البطن فيه انتفاخ شديد جدا في البطن لدرجة أنه أنا بيخليني هذا أحاول أستفرغ عشان أريح المعدة أو البطن تاعي أو بيحكي لك أنا دكتور باكل الأكل اليوم تاني يوم ما بقدر أصحى على الدوام أو بيصير عندي ألام شديدة جدا في البطن فالوقت ما بين ظهور الأعراض والألام مهم جدا والأكل يعني عفرضا إذا الإنسان بيحكي لك أن الأكل خلال ساعتين لأربع ساعات هاي بيكون التلبكل معه وعسر الهضم ناتج عن المعدة وإذا بيحكي لك أنا دكتور تاني يوم لما يصير عندي المشكلة بيكون على الأغلب عسر الهضم هذا نتيجة مشكلة في القولون أكتر منها في المعدة لأنه بده حوالي وقت معين لحتى الأكل ينتقل من المعدة للأمعاء الدقيقة للقولون طب دكتور يعني معناها حسب كلام حضرتك أنه في رمضان إحنا بنقدرش نحكم أنه إذا كان عسر الهضم هو ناتج عن المعدة أو الكولون إلا بناء على الأعراض اللي أنت ذكرتها حضرتك أو الأسباب اللي أنت ذكرتها حضرتك والمدة الزمنية هذا يحكم الوقت كما ذكرت أيضا الأعراض بشكل عام يعني خلينا نقول أنه بعد ساعتين ثلاث ساعات من الأكل أنا حسنت أنه في مشكلة في المعدة كيف أنا ممكن أقدر أميز أنه هات عسر الهضم أو هو شيء آخر ممكن أحس بتخمي مثلا المشكلة أنه كلياتهم يعني متضاربين في بعض هلا بس ليش شهر رمضان المشكلة فيه بتزيد لأنه إحنا بنحكي على شهر تقريبا الإنسان متعود ياكل تقريبا من كل ما بين 4 إلى 6 ساعات وجبة غذائية اللي بصير حاليا أنه أنت عم بتصوم الجسم تقريبا 16 ساعة بيظل في حالة صيام كامل طبعا هاي فرصة ممتازة للجسم لتنظيم موجبات الطعام اللي بصير أنه وقت المغرب تقريبا بس يقدن الأدان كل الأكل اللي بكون الواحد يعني بياكله في الأيام العادية وبالعكس مضاعف لأنه كميات الأكل بتزداد نوعية الأكل بيصير أطيب وبصير أشهى وبصير فيها تفنن أكتر العصائر اللي بتدخل على الموضوع والحلويات كمان والفواكه كل هاي الشغلات اللي بتدخل على الموضوع فبصير الإنسان 16 ساعة الصيام المعدة فارغة 100% طبعا في خلال عشر دقائق الأكل كله بيكون سخن فيه شربات فيه سلطات فيه أكل بيبلش يأكل وفيه تنوع غريب بالأكل فبلش فيه أكل مثلا عصائر كميات كبيرة بيمل المعدة بيضيف عليها أكل طبيق حلويات مكسرات كل هاي الشغلات فيه خلال تقريبا عشر ربع ساعة اللي بيصير إنه الأكل بيكون سخن الإنسان بيبطل يطحن الطعام كويس بيأكلش على مهله بيصير يبلع بلع فبصير كميات كبيرة من الأكل تدخل على المعدة وغير إنها غير مطحونة جيدا هي صعبة لأنها كلها فيها سكريات وفيها دهنيات عالية طبيق وجاش ولحم وبعض الأحيان مقالة بتكون فبصير انتفاخ شديد في المعدة لدرجة أنه المعدة بتنتفخ حجمها زيادة عن الحجم الطبيعي بيصير فيها تلبك بيصير يعني تقريبا حركتها ضعيفة لأنه بيصير انتفاخ شديد في البطن في بعض الناس بيصير عندهم إرهداد مريئي بيصير حرقة شديدة في المعدة خصوصا عند النوم وفي ناس بيصير عندهم مشكلة أنه المعدة بيصير بتطلع الأكل شوي شوي من المعدة للأمعاء الدقيقة فكل هذا بيبنتج عنه أنه في تخمة شديدة انتفاخ شديد في البطن وألام شديدة لدرجة أنه الإنسان يعني ما بيستطيع أنه يصل للمغرب أو حتى اللي أسوأ من هيك أنه صلاة التراويح والعيشة بتكون ثقيرة جدا لأنه فيه تكون في انتفاخ شديد في البطن وممكن يحس بالخمول كمان يعني وبصير الإنسان بحاجة للنوم طبعا لأنه فيه كميات عالية من السكريات والدهنيات كلها تدخلت الجسم بوقت سريع جدا وكلها بتزيد المشكلة في الموضوع طب دكتور إحنا رح نتحدث كيف نقدر نتخلص من عصر الهضم ومشاكل عصر الهضم في رمضان تحديدا ولكن بعد هذا الفاصل برنامج تحتك في رمضان برعاية شبكة مختبرات ميديكير رعاية من القلب أكثر من عشرين فرعان موزعة في طول كرم جنين قلقيليا نابلس راملنا الخليل الريحة العزرية بيت لحم يطاص الواد وسلفيت ومرة أخرى دكتور بالعودة إلى ما تحدثنا عن عصر الهضم والمشاكل الناجمة عن عصر الهضم وما يسببه هو الأعراض أيضا كيف من الممكن أن نتخلص من هذه المشكلة تحديدا عصر الهضم ونحن نعرف أن هي مشكلة أساسية إذا كانت بصراحة وممكن يتنغص على الإنسان يومه كامل أو حتى الشهر كامل إذا هو بده كل شهر رمضان يصير عنده نفس المشكلة فبده يصير فيهن خطة جديدة وشروط معينة لتناول الطعام طبعا نرجع للموضوع الصيام الصيام عمره في حياته ما كان شهر تخمة ولا كان شهر إرهاق يعني دائما بيحكي لك إذا شهر الصيام غير في إنتاجية الشخص أو يعني حس الإنسان أنه في عنده تخمة معناته فيه مشكلة في الشخص نفسه لأن الأصل بالعكس هذا الشهر تنظيم جديد ممكن أول يومين من الشهر الكريم في اختلاف الجسم بالفيزيولوجية تاعت الجسم ووجبات الطعام بس الأصل أنه شهر الصيام هذا يكون شهر طبيعي بالعكس شهر انطلاق الإنسان خصوصا للناس اللي عندها مشكلة في حياتها مش قادر ينزل وزن أو مشكلة في السكريات العالية أو مشكلة في عدم تنظيم الضغط أو في الأمراض المستعصية كلها فرصة جديدة لحمية قوية ممكن ينطلق منها المشكلة إحنا يعني الموضوع بنرجع كمان للسنة النبوية أنه تنظيم وجبات الأكل كمية الأكل يعني إحنا المشكلة زي ما حكينا الإنسان بياكل لدرجة أنه ما في مجال أنه يحط الأكل فيه هلأ نرجع لوجبات الطعام بشكل عام كانت أبل رمضان لأبل رمضان هي كانت ثلاثة لأربع وجبات إحنا برمضان بنخليها برضو ثلاثة لأربع وجبات كالتالي الإنسان بيقدن طبعا الأكل لازم يكون مطبوخ جيدا يكون الأكل يعني فيه لازم يكون على الطعام يكون فيه مي يكون فيه تمر يكون فيه شوربة وصحن سلطة كل هاي الشغلات بالإضافة للطبق الطعام الرئيسي اللي بيكون بدي تناول الشخص الأصل أنه بعد الأدان مباشرة يتناول الشخص كوب من الماء تمام مع تمر مع صحن شوربة خفيف هلا هذا الشربة ما تكون سخنة جدا يعني ما تكونش حامية كتير عشان يقدر يبلحها بسهولة تكون مطبوخة جيدا بعد هذا الفترة إذا الإنسان بيقدر يقوم ويصلي المغرب بيكون ممتاز بعد هيك لأنه بده يعطي الجسم لسه فرصة أولى أنه لما يهيئوا للوجبة الثانية اللي راح يأكلها فإذا قام يصلى أول شيء يكسب أنه صلى صلاة هو مرتاح وعلى وقته مأخرهاش والشغلة الثانية أن الجسم متاعه مرتاح راح يصليه بيكون مرتاح ما فيه تخمة ما فيه عنده ألام وأوجاع بالبطن بس يخلص من الصلاة تقريبا بيرجع كمان مرة بتناول صحن في صحن عنده يعني مقدار من الصلطة بالإضافة للصحن الثاني الكمية ما تكون عالية جدا لأنه فيه معه مجالس ومعه وقت للأكل يعني إذا هو حس حاله أنه جوعان لسه فيه معه وجبة تانية وممكن وجبة تالتة كمان فياكل قدر يعني ممكن ما يكونش ما يعبي بطنه نهائيا بهاي الفكرة بعد هيك ببلش عنا وقت الصلاة سواء إلى ستة البيت اللي في المنزل أو الإنسان اللي بروح على الصلاة أو على التراويح بعد هيك بيرجع من التراويح بيكون جسمه مرتاح كمية أكل وجبة خفيفة أنا أعتبرها هاي فطور تاع الفطور اللي كان قبل رمضان بيبلش هلأ برجع بيكون ساعة حوالي عشر احداش ممكن ياخد وجبة خفيفة اللي هي كأنها غدا صارت حاليا فبياخد وجبة خفيفة من الطعام ما يكتر فيها بعد هيك ساعة ساعتين إذا بينام الصائم ببلش عنا أنه في عنا وجبة الصحور وجبة صحور من أهم الوجبات اللي ممكن تناولها الشخص كمان مرة بتريحه ما بتعمل الجوع الشديد هو شو اللي بيخلي في عنده تربك معه وبياخد كميات كبيرة من الأكل لأنه أصلا ما تسحر الصائم فأول ما بيقدن بيكون عنده جوع تقريبا مش 16 ساعة الصيام في عنده حوالي 24 ساعة الصيام أو 22 ساعة الصيام لأنه ما أخذ أهم وجبة اللي هي وجبة الصحور برضو الصحور في مي وتمر وفي وجبة خفيفة طبعا هاي بتريح الإنسان بتهمشي في ساعات العمل الأولى اللي هو أصلا الإنتاجية العمل في ساعات الضهيرة ما بيكون بده يشتغل وكذا بيكون أصلا ما في عنده إحساس في الجوع ولا في التعب فكل هاي يعني تنظيم وجبة الطعام أهم سبب عشان نمنع حدوث التخمة سواء برمضان أو برمضان طب دكتور يعني بصراحة في بعض الناس بالجولة للتواب الحارة والبهارات الحارة والأكل الحار أصلا إذا كانت المشكلة أصلا هي ناتجة عن القولون في هذه الحالة إيش لازم على الإنسان يعمل طبعا القولون بشكل عام بالحكيانة التخمة بيسير بعد تقريبا حوالي أكتر من 8 ساعات لحتى أوصل الأكل للقولون طبعا أكتر ناس اللي عندهم مشاكل في القولون بيسمون القولون العصبي اللي هو مصاحب لانتفاقات وألام شديدة للأسف إنه هدول مشكلتهم أكتر شيء بهيج القولون عندهم البقوليات واللي هي أصلا أكتر شيء من أكله في رمضان يعني إحنا فيش بيت في رمضان أو في صفر في رمضان تخلى من البقوليات زي الفلافل والحمص أهم شيء الحمص وشربة العدس البقوليات هاي كلها بتعمل نفخة شديدة في البطن فهدول الناس لازم يعرفوا أنه هاي البقوليات راح تزيد المشكلة وتزيد النفخة عندهم في البطن طبعا بالمقابل زي ما الأكل نتج عنه كميات ضخمة للمعدة راح يطلع بكميات ضخمة للقولون ورح يعمل تخمة ورح يعمل إمساك ليه لأنه الإنسان ما في عنده كميات كافية من السوائل خلال النهار بصير عنده نوع من نقص السوائل فبصير عنده الإخراج أصعب وبصير عنده إمساك أكتر في خلال شهر الصيام طب دكتور يعني في ناس بصراحة في البيوت بلجاء للأعشاب مثلا للمشروبات الساخنة لحتى يعني يسلل كل معنى زي ما نقول في العامية وأحيانا يعني في ناس بتستجيب في ناس لا تستجيب أش المشكلة بتكون هون يعني هاي المشكلة بتكون هي خلاصية مشكلة عضوية أكثر منها وظيفية وأنه واجب استشارة الطبيب والله أحكي لك شغلة إذا كان الإنسان عبى معدته تقريبا كل ياته خلال الإفطار لو شرب حتى مشروبات غازية حتى الغازية ممكن تزيد المشكلة بس في ناس كثير بتحس إنه بتهضم إيش ما يشرب سواء كانت بيبونج مرمية نعناع كل هاي الشغلات مش راح تفيد لأن المعدة ممتلئة أصلا ما في مجال إلها ما في مكان يدخل فيه أي إشي حتى أي إشي بياكل الإنسان بعس إنه فيه الأكل صار تقريبا يطلع من حلقه لأنه كميات كبيرة من الأكل المعدة صارت غير قادرة على هضم الطعام فرح ينتج عليه تلبك معه شديد وألام شديد في البطن وبالتالي دكتور يعني بسوا الواحد على الأقل يمشي في البيت إذا بدوش يطلع يمشي بره أو يعمل رياضة يمشي بالبيت وأهم شيء أنت ما ذكرت عدم الاستلقاء بعد تناول وجبة الإفطار مباشر وخاص إذا كانوا يتناولها بكميات كبيرة دكتور أهم نصيحة وبتحب تنصحها دائما للمستمعين وللمواطنين وأهم سؤال ممكن أنت دائما تتعرض له لما يجوا عندك المرضى أنا دائما بحكي لأي شخص بيجو بشكي من شهر رمضان بحكي له أنت غلطان لأنه شهر رمضان هو انطلاقة لبدء أي شيء كان صعب أنه الواحد يعمله قبل شهر رمضان لأنه إذا الإنسان يعني بصراحة قعد 16 ساعة من غير أكل معناته قادر أن يترك الدخان قادر أن يترك الأكلات الدسمة اللي كان قبل رمضانية كلها بكميات كبيرة السكريات العالية عدم تنظيم الضغط عدم تنظيم السكري مشاكل القلب تصلب الشرايين كلها انطلاقة من شهر رمضان اللي كان عنده مشكلة في إنزال الوزن وزنه عالي جدا وبدو يعمل عمليات جراحية وكان مشكلة كذا انت الآن صمت 16 ساعة في 30 يوم انت بتقدر أصلا تنظم وجبات الأكل صورت تاكل وجبتين خفيفات أو ثلاث وجبات خفيفات وزنك نزل إذا أي إنسان وزنه بزيد بعد رمضان في مشكلة في اتباع المشكلة مش في الشهر الكريم ولا في رمضان المشكلة فينا إحنا لأنه سلوكيات لأنه الأكل صار الأكل متنوع في على وجبة الطعام تقريبا أنت بتحتار من وين تبدأ فقد ما بتاكل بتحس حالك ما أكلتش إشي بس أنت أكلت كميات ضخمة جدا لأنه في حوالي خمس ست أصناف من الطعام بتكون كلها ممتلئة فبتاكل شوي شوي من كل صنف تحس حالك ما أكلتش إشي بس عرض الواقع أنت لو تجمع الأكلات اللي أكلتهم بتكون كميات ضخمة جدا لا يتحملها الجسم طبعا دكتور إحنا دائما منقول أنه يعني الزايد أخو الناقص وأنه يعني كل شيء باعتدال هو صحي وسليم وأسلوب حياتك هو اللي بحدد صحتك كدش أنت بتتبع أسلوب صحي صحيح كدش بتكون حياتك خالية من الأمراض إن شاء الله وسليمة بهذه السلوكيات بدي أشكرك جزيل أشكر الدكتور قصي عبدو استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير في مستشفى النجاح الوطني الجامعي وأيضا أستاذ مساعد في كلية الطب وعلوم الصحة في جامعة النجاح شكرا جزيلا شكرا إلك جميعا للمشاهدين المستمعين شكرا وإنت بخير ولكم أيضا مستمعين مشاهدين الكرام شكرا جزيلا على حسن المتابعة والاستماع صوما مقبولا وإفطارا شهيا أتمنه لكم هذه تحية تستمقى الشوء في الاعداد والتقديم عماد علي في الأندسة الصوتية وبراء أمر في الإخراج دمتم بخير إلى اللقاء